في كل يوم يقترب فيه موعد الانتخابات تتصاعد الأصوات المطالبة بعدم انتخاب الوجوه القديمة وعدم التجديد لأي شخصية أتيحت لها الفرصة سابقاً ولم تقدم شيئاً يذكر فقرار المواطن هو التغيير الجذري والإصلاح الشامل والتسود حالة من الاستياء الشعبي مشوبة بخيبة الأمل للمواطن البسيطة الذي سأم تكرار الوجوه والشعارات بابليون طالبوا أقرانهم بالذهاب إلى صناديق الاقتراع لأن المسؤولية التي ستقع على كاهلهم كبيرة وأن لا تنطلي عليهم الخدع التي يقومون بها من أجل كسب أصوات الناخبين رأي الانتخابات هي كل بيد الشعب يعني كل المرشحين هم رقبتهم بيد الشعب المفوض المواطن يختار الاختيار الصحيح للي يمثل بالبرلمان اللي يمثل مصالح الشعب العامة لا يمثل مصالح خاصة بمرحلة موقته المفوض يمثل خلال الأربع سنوات كلها الشعب إن شاء الله وع على هذه الحالة بأنه يقول لك أنا أريد واحد يخدمني لأربع سنوات ما أريد يخدمني لمدة شهره المرشحين ما شاء الله خدماتهم ومساعداتهم وجولاتهم اللي يقدم سبس ولي يقدم رمول ولي يقدم خدمات للمرضى واللي يقدم مواد غذائية واللي يقدم مادة من أجل كسب الأصوات بعد ما يحقق مطلبه وبعد ما يحصل على اللي يريده من الأصوات بعد ممكن أربع سنوات جديدة قبل الانتخابات قبل الانتخابات شال 3 يعيد على نفس الكرة يقدم نفس الخدمات المواطنون أنفسهم قالوا في السنوات السابقة تم تعويد الناخب العراقي على انتخاب وجوه لا برامج انتخابية كما أن هذا الناخب العراقي كان أصلا موجها لكنه اليوم سيتخلص من تبعيته وطائفيته وعرقيته التي يهزم عليها المرشحين حتى لا تكون انتخابات هذه العام نسخة مكررة لما سبقها هذه الانتخابات الجديدة لعام 2018 تختلف عن ما قبلها لذلك الوجود تغيير والشعب يريد التغيير في الانتخابات لهذه المرة لأن الوجوه القديمة لم تقدم أي شيء للبلد وكما قالت المرجعية أنه لا تنتخب الوجوه القديمة التي لا تعمل خير للبلد السنوات السابقة كانت كافية لظهور الوجوه الكالحة التي مسكت بزمام الأمور وانكشفت حقيقتها أمام الشعب تلك الوجوه التي أغرقت الشعب في الفقر والحرمان لذلك لا بد من أن يبزق فجر جديد في هذه الانتخابات فجر التغيير المنشود الذي ينتشلهم من واقعهم المؤلم ويداوي جراحاتهم